تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر السيد عبدالله يوسف الرومي تقيم الهيئة حفلاً افتراضياً لتكريم 760 من القصر المتفوقين في جميع المراحل الدراسية لعام 2019-2020 وذلك يوم السبت الموافق 10 إبريل 2021 من 7 إلى 8 مساء عبر تقنية الاتصال المرئي وأوضح مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة المهندس حمد عبداللطيف البرجس أن الهيئة قررت إقامة حفلها السنوي افتراضياً وذلك لمراعاة ظروف الصحية التي تمر بها البلاد وحرصاً منها على سلامة المشاركين والمدعوين وفي نفس الوقت الاستمرار في عادتها السنوية بل احتفاء بأبنائها من القصر المتفوقين